وفيما يلي نتابع ردود فعل الطبقة السياسية الأمريكية التي ثمنت خطوة المساعدات الإنسانية المغربية التي تم إرسالها عن طريق البر إلى سكان الفلسطينيين في غزة والقدس الشريف بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس رئيسي لجنة القدس وأظن أن خطوة صاحب الجلالة هذه تظهر أنه زعيم ملهم وأتمنى أن يكون مثله في العالم العربي ممن يقدمون الدعم وإعادة البناء والتي يحتاجها الفلسطينيون وكذا الدعم عبر الوساطة قطر اليوم هي بصدد رعاية مفاوضات لتحقيق هدنة وإطلاق صراح المحتجزين لا أعلم إذا كان صاحب الجلالة يريد المساهمة في ذلك وربما يريد ولو الأمر كذلك ستكون خطوة هامة أولا أود أن أقول رمضان مبارك لكل المشاهدين وأتمنى أن يأتي بالسلام لغزة وهو أمر يأمله العديد عبر العالم أظن أن هذه المبادرة هي تطور هام فطبعا أول ما يشغل الناس حيال ما يحدث في غزة هي المعاناة الإنسانية والتي تشمل الجوع وبالتالي فأية مجموعة أو دولة أو زعيم عالمي مثل صاحب الجلالة يقوم بتخفيف المعاناة فذلك يشكل خطوة نحو السلام والمصالحة والواضح أن حكومة نتنياهو التي لا تبدو متعاونة مع دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة ففي هذه المبادرة أبدأت تعاونا وهي تشكل اختراقا كبيرا أن يتمكن جلالة الملك بإصال الدعم مباشرة إلى الناس بغزة عبر الأراضي الإسرائيلية فهذا سيخفف من المعاناة خصوصا أننا نسمع بأن دخول المساعدات أمر صعب خصوصا عبر البر وهذا الدعم اليوم سيكون ذو مغزة خاص لأنه يصل بسرعة وله مغزة ودلالة رمزية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس مصداقية كبيرة في المشهد العالمي وهو ما مكنه من تحقيق هذا التطور المهم من ناحية أخرى إسرائيل تريد تحريرا محتجزين على اعتبار أنهم لازالوا على قيد الحياة وثانيا منح حماس من إطلاق المزيد من الهجمات كهجوم السابع من أكتوبر الماضي لكن في نفس الوقت لا يجب أن يكون ذلك على حساب معاناة الشعب الفلسطيني وبالتالي أعتقد أن جلالة الملك يتخذ خطوات حكيمة ومدروسة لن تؤدي إلى تقوية حماس ولكن فقط لمساعدة الفلسطينيين وضمان قدرتهم على الحياة أتمنى في المستقبل أن يختار الفلسطينيون قيادات أحسن من حماس فلو اختاروا أشخاصا بمستوى جلالة الملك محمد السادس سيكون الأمر جيد وسيكون السلام لا محل هو النتيجة ولو تصفحت ما ركمه جلالة الملك فستجده دائما يقدم حلولا حقيقية ودائما وتعالج المشاكل الحقيقية وأظن أنه يقدم مثالا يحتدى به لأية قيادة أظن أنه أقدم على خطوة حكيمة بتقديم المساعدة مباشرة والتخفيف لمعاناة الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت قام بذلك بعيدا عن أي تشجيع لحماس للقيام بالمزيد من الهجمات وهو ما سيساهم في إطالة الصراع والأهم من كل ما سبق أن الإسرائيليين يثقون ويؤمنون بنزاهة جلالته ويعلمون أنه موجود للمساعدة لمساعدة الفلسطينيين وهذا هو خير دليل على قيمة المزداقية ورصيد النجاحات وكل هذا له قيمته ففي الظروف الوعرة يصعب إيجاد طرف جدير بالثقة والآن يعلمون أنهم يستطيعون الاعتماد على المغرب وعلى جلالة المالك موسيقى 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 موسيقى